مهم أيضا أن نعرف أن هناك بعض الفيروسات تعمل للنزلات المعوية على رأسهم طبعا الروتا فيروس الحمد لله الروتا فيروس الآن لتطعيم وبالتالي نسبة الحالات أقل كثير من زمان بالنسبة للحالات التي تأتي عن طريق التفايليات مثل الجايرديا وإنتاميبا هذه حالات قليلة وليس كثيرة وفي بعض الحالات تأتي عن طريق الفطريات أيضا هذه حالات قليلة أما في حالات أخرى تأتي نتيجة تسمم مثل الناس الذين يأكل بعض الأسماك الغير صالحة للأكل وبالتالي يحدث نعم لنواع التسمم الغذائي ويصابه بإسهال وترجيع وألم شديد في البطن طبعا بعض الأدوية تؤدي إلى هذه الحالات مثل منسترويدا الانتي انفلاماتوري دراجز تؤدي أيضا في بعض الأحيان لترجيع وفي أيضا استخدام الأدوية الملينة بكسرة ممكن تؤدي إلى إسهال جامد طبعا نحن نحضر بالنسبة للنزلات المعوية ونقول كلما كان العلاج أسرع كلما كان المضاعفات أقل لأن المضاعفات ممكن تكون على هيئة تشنجات بالنسبة للأطفال وفي بعض الأحيان نجد شلل جيلان بريه يأتي لبعض الحالات وهو نادر صحيح لكن يمكن أن يحدث وفي بعض الحالات أيضا يأتي لها تحلل في قرات الدم الحمراء نسميها هيموليتك يوريميك سندروم أيضا هذه حالات نادرة لكن في منطقة الخطورة لأن الطفل يمكن أن يحدث خلل في وظائف الكلا مع نقص في الصفايح الدموية مع أنيميا جديدة موسيقى